السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الشباب شل الأخبار شل مور إن شاء الله المور طيبة مريقلة عودة الملاعب في فيديو سريع تعقيب على الفيديو الأول هو سألوني بعض الشباب هو الصراحة سؤال دي ميجيني اللي هو يقول لي أو يسئني يقول لي دكتور شن أفضل تخصص شن تنصحني نتخصص أنا توى رابعة أنا توى ثالثة أنا توى امتياز شن أفضل تخصص الصراحة الإجابة المختصرة للسؤال زي هذا ما فيش حاجة اسمها أفضل تخصص أصلا ماداما فيه عدة تخصصات اللي معناها كل تخصص وليه ناسا وكل واحد حيلقى روحة ماشية لتخصص معين فخلنا نتفقوا أن ما فيش حاجة اسمها أفضل أفضل تخصص أصلا فكل التخصصات جميلة كل التخصصات مطلوبة كل التخصصات لها احترامها وليها قيمتها مهما كان نحكي طبعا التخصصات الطبية وممكن يعمم الكلام هذا هذا حتى عليه المجالات الأخرى الهندسة أو الأسنان أو التقنية أو غيرها لكن أنا بنحكي على البشري هنا بشكل أكثر لكن الفكرة ممكن تعمم فأني نصيحتي بصفة عاملة طلبة الطب ما تحطش في بالك حاليا أني أنا والله بنتخصص قلب ولا بنتخصص باطنة ولا بنتخصص كذلك تخرج وبعد تالي سهل هذه أول حاجة الأولويات مهمة جدا يا جماعة الخير حاليا غيركمل الطب حاول تكمله بأسرع وقت وبأعلى قدر من الدرجات وبأعلى قدر من الحصيرة العلمية هذه أهم ثلاث أشياء لو طلعت منها من الطب البشري ممتاز جدا بعد تالي يجي وين ممكن تمشي أفضل فترة تحدد فقط تخصص متاعك اللي هي الامتياز فما نبيك إش أنا تتوه روحك وتحط too much stress on your head إن كنت في تالتة والله هنا والله بنمشي كذي ولا بنمشي كذي ولا كوني هنا مشيت قعدت مع عمي في قسم الجراح ما أنا بنولي جراح ولا قعدت مع الوالدة متاعي في قسم الباطن ما أنا أنا حبيت الباطن خلونا من العواطفة يا جماعة الخير لما تخش الامتياز حتخدم مع كل قسم شهرين ثلاثة هي على ما أعتقد فترة كافية إن كنت تخليك تشوف روحك وين مايل إنت وش اللي يمشي معك عرفت فترة الامتياز لو طلعت من فترة الامتياز وبرضو ما عندكش ميل اللي تتخصص معين ما فيش باس أكيد طلعت بتخصصين ثلاثة غزي مستحيل فترة الامتياز كلها ما حبدتش حتى زويز هكي يعني أطفال وسيكايتري خلاص السنة اللي بعت الامتياز ما فيش مشكلة تمشي تحدد تزيد معاهم ثلاثة شهور تزيد معاهم ستة شهور ما فيش مشكلة يا جماعة الخير الخمسة أنا في اعتقادي الشخصي الخمسة السنوات الأولى من حيات الطبيب فليكسبل جدا فيها مرونة جدا تجرب كل شيء تنقز منه هنا لين تستقر لأن حيات الدكتورة هتوقض 40 سنة فما فيش مشكلة فما فيش مشكلة وينك انت استتمرت سنتين أو ثلاثة سنيل أولاد في تحديد وين حيكون مسارك بعدم الاستعجال وينك انت تتورط في حاجة معين وتبدأ انت كارها أو مجبر عليه فأهم ثلاثة نقاط أنا ننصح بيهم ديما لي عالت لأي حد يسئني نقول لها أول حاجة شوف حاجة تناسب ظروفك الظروف تختلف أول حاجة من بنت لولد أعرفت هذه حاجة الحاجة الثانية انت شوف ظروف حياتك شن يمشي معاك شن يمشي معاك يمشي معاك البيئات البرة مش البيئات البرة الشغل هلبة الشغل شوية يمشي معاك القسم الزحمة القسم الهادي شوية فتلقى روحك انت شوف الشي لناسبك هذا كيف تصبت زي ما قلنا في فترة الامتياز والسنة اللي بعدها فضرور انت تلقى روحك والله محبت حاجة واني بصفة عامة منحبش التفضيل متاعها مية في مية فيش حاسمة مية في مية ديما خلي تفضيلك لمجال معين 50-50 خش للمجال هو 50-50 رجل قدام ورجل تالي حبيته ومشي معاك كمل فيه والله حسيتك كده اقعد فيه لين تشوف حاجة تانية ما فيهاش اشكالية كبيرة يعني يعني شخصيا اشتغلت قايا سنتين ونص او ثلاث سنوات في ليبيا ما فيهاش مشكلة خدمتها وحبيتها وكل شيء لكن بعد تالي غيرت خصي وبرضا تخصي حاليا فيه حبيتها وماشي فيه ما فيش اشكالية على الاطلاق فازيته فأول حاجة يكون عندك ميل معين انت وهذا الميل الامتي يجيك مش وانت قاعد تقرأ في البايو تقول لي والله هنا يشباح الدكتور هاوس فاعجبني لا الاميرجنسي ما فيش منها الكلام هذا الواقع يختلف عليه المسلسلات والاحلام متاع السنوات الاولى لما تختم في الامتياز وما بعد الامتياز شوية حتلقى روحك انه والله فيه ما يحبش سيرجري يعني السيرجري قولك انه مش طيقها لا باس انت ماشي أورتو ولا ماشي كاله خليك في حاجة تانية ممكن انت تتميللها اكتر فهذه حاجة الحاجة التانية شوف القسم اللي يرحب بيك وانت تلقى روحك مستريح فيه وهم مرتحين لك هذي مهمة جدا اذا ما تخير تيمورك مهم جدا يعني انت خاش خاش بتتخدم مع يونت فها عشر انفار باي شل الأجواء الأجواء أخوية فيه فيه جود ولا كلها تاكسيك كلها كده لو كانت تاكسيك ولو كانت كلها مشاكل وغيرها ضروري تستريح في التيم والتيم مستريح لك الشيء الثالث تلقى حد يشد بييدك زي ما عارفين الطب زي الفقه زي علم الحديد ضروري يكون عندك شيخ ففيش حاجة ما أقرأ 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 كتاب لا الطب راهو يختلف في الشمهات الخير على القراية النظرية الطب فيه وكيش جزء نظري مهم لكن راهو فيه جزء عاملي وسريري يكتسب بالماهارة وبالوقت فضروري يكون في القسم هذا والمستشفى اللي بتخدم فيه حد ترى أنه هو ممكن حيساعدك وحيدفع بيك وحد مشهور أنه هو يعلم ويدفع فلو توفرت لك الثلاثة الشروطة هما توقع الله وخشه ودقه وتمشي يمورك كويسة فهذه حبيت نصيحة أن نوضحها للجميع فزي ما قلنا ما فيش حاسمة كل التخصات جميلة كل التخصات مطلوبة كل التخصات مهمة عرفت كيف لكن انت شا اللي يمشي معك وشا اللي يمشي مع ظروفك وشا اللي ترى أنه ممكن هذا يحقق لك أحلامك وحقق لك طموحك المهني منورين شباب بارك الله فيكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته